وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على سلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج نأخذ هذه الاتصالات تفضلي أختمونا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله الله يقويك يعطيك العافية يا شيخ يعافيك عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت يا شيخ فضلي الله يبارك فيك السؤال الأول يا شيخ أنا عنا طقس بشوية برد جدا يا شيخ وصار فيه جفاف بالطقس نحن كل سنة بتصير عندنا هالحالة نعم أنا يا شيخ عم بحط كريم بالليل على أجلك الله أنت كبير القدر على رجلي عشان ما يشقق وينزل منه الدم يا شيخ نعم لما أقوم على صلاة الفجر يا شيخ وأصل عندي غسل الرجلين بضطر أني أحط الصبون بالأول وأنضبص بالصبون لأنه بينزل مثل الزيت يا شيخ بعدين بخسل ثلاث مرات اليمين بعدين ثلاث مرات الشمال هل هذا الشيء اللي أنا عام بعمله يا شيخ خطأ مثل الزيت مجرد معرضه والمي السخني العفو أنت كبير القدر بيصير الرجل بيصير زيت كله تنزل زيت من الكريم وعلا فأنا يا شيخ الله يبارك فيك السؤال الثاني يا شيخ عندي أخ في بلدي بتاجر بالدولار مع أصدقاءه جروب حوالي 250 شخص 300 شخص تقريبا فيا شيخ لما يرتفع الدولار بروح ببيعين وباخد الررح من عملة البلد ولما ينزل يا شيخ بروح بيشتري دولار وأحيانا يا شيخ شو بعمل أحيانا يا شيخ بقول الشخص التاني ثبتلي بثبتلي يا شيخ وهو على الطريق بنزل الدولار فهو بقول له ما دخلني أنا قلتلك ثبتلي أنا ما إلي علاقة فهل يا شيخ هذا الشيء مشروع وجائز هذا الشيء صحيح ولا بدخل فيه نوعا من الربا يا شيخ أبشر يا مونة إن شاء الله الله يبارك فيك السؤال الأخير يا شيخ أنا سمعت على اليوتيوب يا شيخ من شخص عم بقول إنه شيخ هو عم بقول إنه إذا الإنسان شرب أثناء الصلاة بركعة أو ركعتين لازم إنه قبل بعد التسليم يستغفر عشر مرات وشيخ الثاني قال لازم بعد التسليم يستغفر عشر مرات ويقرأ آية الكرسي تعويض للحدث اللي عمله يعني هل هذا الكلام صحيح يا شيخ أنا سمعت من كذا شيخ يعني إنه لازم إستغفر عشره بعد التسليم بسبب الشروض اللي صار بركعة أو ركعتين آه طيب أبشر يا مونة الله يبارك فيه كل التحية لحضرتك مرحب أختي مرحب أختي مرحب أختي مرحب أختي أبو محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كم حالك يا شيخ مرحب أخي أبو محمد لدي ثات تسلي أوربا فضل السؤال أول سألتك قبل بنسبة لغة أحد يشتري كل النقد واحد عن طريق البطاقة واحد عن طريق كاش معك بجيبك ونفسي نقد هل يعني قال لي إذا ترفع بالمكينة بطاقة حال كله يعني موجد زين إذا صار بالبطاقة ما نعب يمكن ما أخفض لك السؤال لكن أعطيتني نقدا كذا كله يعني حال ما هو موجد يمكن ما أقدر يعني أخفض لك السؤال وابا لا لا محمد أنت سألتني السؤال هذا قبل إيه بس قلتني أنت حسنا تشبني أنا مؤجل لا كله النقد يعني يعني ها يقول لك إذا شتريت بالبطاقة بعطيك مخفض أنا أزل لك إيه وإذا دفعت كاش ما أقدر أخفض لك لا بالعكس إذا كاش العكس طيب إيه إن شاء الله واقع السؤال الثاني إيه أتذكر الخير الواد نسألني بنسبة لبس السوارة والسلسلة يعني لو صعب مهم من ذهب يجوز الرجال يبس كذا للذكر يعني إيه للذكر إي نعم السؤال الثاني بالنسبة لقلت اللهم صلي اللهم صلي على سيدنا محمد كلمة نسمعتني كلمة سيد لما تجوز هذه مثل صحيح أو لا قصدك في الصلاة أو خارج الصلاة لا خارج الصلاة طيب الله أمصلي على سيدنا أكمة سيدنا هذه إن شاء سؤال أخير أجزاك خير بنسبة مثل الآن الحرمة مثلا بالممتزهات والحدائق يصلون وبهرجال هل يجوز كذا أقول لا إن شاء الله أبو محمد الله يجزاك خير مرحب مرحب أيكم السلام إبراهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام بركاته إن شاء الله إليكم شيخ نعم لي ثلاثة سؤال تفضل السؤال الأول مثلا الأول واحد صل 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 هل يشرع أني مثلا أنا أصلي صل 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 بعدية لصلاة الظهر ولا لازم أصلي به أربع ركعات إن شاء الله والسؤال الثاني نفس الشيء لكن إذا بعد صلاة العصر هل يشرع أني أصلي فيه بعد صلاة العصر ولا لأن بعد صلاة العصر وقت نهي إن شاء الله هل يشرع إن شاء الله طيب شيخنا به النفس ultimate أكمن ورد إنه على الاتكاء على اليد اليسرع خلف الظهر فهل هذا خاص باليد اليسرع honestly يعني إذا كان الاتكأ على اليد اليسرع على اليمنى أو فقط هل هذا كذلك ممنوع أو فقط على اليسرع إن شاء الله بالنسبة لليد اليسرع هل هذا أكمن ألي أجل اليسرى هل هذا محرم أو مكروه؟ إن شاء الله أزيك الله خير الشيخ نرحب نرحب أبو محمد السلام عليكم يا شيخنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساء النور العافية الشيخنا في ثلاثة أسئلة الله يحفظك تفضل تفضل يتاعه صحة آمين السؤال الأول يا شيخنا بالنسبة لزيارة القبور يعني الواحد مثلا يبغي يزور والديه فهل إذا مثلا طبعا تعلم مع كثرة الموتى نسأل الله يغذلهم أحيانا يضيع معالم القبر أو ينسى وشو أي قبر منهم فبالنسبة هل يعني زيارة مثلا القبر توصل للوالدين إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخنا بالنسبة للصفة التسبيح نعم يعني فيه من يقول على عشرة وعشرين وثلاثين يعني زيك الله خير باك تفصل فيها الله يحفظ أبشر أبشر الله يبشر لكم بالجنة بعد عمرو نطويت وشيء يعني شؤال الثالث تبار السن يعني يعني بأنه تعرف في صعوبة أحيانا في الوضوء تلقى أكرمكم الله إذا دخل دورة المياه غسل رجليه وبعدين خرج وغسل بقية أعضاء الوضوء فهل هذا يعني كيف يا أبو أبو محمد عفونا أبو محمد ما فهمت كيف يغسل رجليه أول وبعدين يغسل يعني يبدأ من أول يبدأ من أول نعم يعني إذا ظهر أكرمك الله من دورة المياه كمل بقية بدأ من باليدين والاستنشاط وغسل الوجه واليدين فسألتها أنا قلت له يعني غسلت رجلينا كما غسل قال لا أنا غسلتهم جمه لأنه في صعوبة عليه أنه يرفع أكرمكم الله رجليه على المغسل يعني يبدأ رجليه أول يبدأ رجليه إيه نعم إذا قضى حاجته هذاء وغسل رجلينا قرد من دورة المياه وبدأ عاد ببقية العظم والمغسل بره دورة المياه والمغسل بره دورة المياه نعم وهذه ظاهرة أو حالات فردية لا لا حالة فردية هو لأنه رجل تعبان لا يدراك رجليه أربع رجليه إي لأنه كانت لما قلت لكبار السن والله أني خفت أنا قلت لا تصير ظاهرة والناس طايحين فيها لا 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 إن شاء الله يلا خير لأن هذا على خطر هذا وضوءه مبصحيح وإن شاء الله بعطيك التوجيه بحول الله مع أن حلها سهل جدا طيب أبشر أبو محمد شكرا جزيك أبو خير مرحب ومسهل الله يحييك أبو صالح السلام عليكم شيخ سلامة بركاته الله بالخير طويل عمر سواء صيف أو شتاء دائم قبل صلاة الفجر بأربعين دقيقة أصحي وأقوم طويل عمر أصلي لي الشفاء والوتر خمس رقعات يعني واضب عليهم خمس ما أزيد ولا متوس أحيانا أصلي ثلاثة رقعات يعني يعني مع الأذان أحيانا قبل الأذان أو تربجيكين ثلاثة هل هذا جايز إن شاء الله سؤال ثاني طويل عمر بالنسبة للإختصال سواء من الجناب أو شي يعني الواحد يتوظه قبل الإختصال هل يجود للصلاة ولا تتوظه بعد ما تختصر إن شاء الله وعندي سؤال ثاني طويل عمر بالنسبة لصلاة الظحى هل دائمة ولا يعني يوم نصلي يوم ما نصلي وشكرا إن شاء الله يا أبو صالح مرحبا شكرا رجاء السلام عليكم شيخ عليكم السلام وبركاته شيخ يعني مرات صلاة الوطر أخذيها تصليها في الظحى شفعا بالنسبة للضحى يعني أصليها لأم يعني يكفي عن قضاء الوطر في الظحى إن شاء الله يا رجاء سؤال ثاني شيخ على الشرب الماء وقف المكروف إن شاء الله سؤال ثاني شيخ لماذا أسماء الله حسنى 99 وليس سنياء كيف كيف أسماء الله حسنى 99 وليس سنياء إن شاء الله يا رجاء أنت تسمعيني يا رجاء بس ما تشاهدين بلع شاهدك يا شيخ كلهم مرحبا مرحبا كريمة كريمة من مغرب أختي كريمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندنا كثير عندنا كثير من ناس بدل ما يقولون إن شاء الله يقولون إن شاء الله بالعين كيف وبدل إن شاء الله بدل من إن شاء الله إيش يقولون حفل الهنزة يقول من حرف العين إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعني بالعين نعم كيف بالعين وين العين هذه تكون كين الهمزة إن شاء الله لكن بعضهم يا كريم يقولون إن شاء الله فتروح الهمزة يعني في مكان الهمزة يقولون العين قوليها قوليها أنت إن شاء الله وين العين ما في عين إن شاء الله لا لا ما في عين لا ما في عين عندنا كلها أحيانا إن شاء الله يعني إن شاء الله نعم وبذل من لا حول ولا قوة الله بالله يقولون لا حول الله إلا حول الله نعم وبدل من عبد الله يحذف لها يقولون عبد الله فقط كيف كيف عبد الله عبد الله يحذفون الحرص لها عبد الله كذا عبد الله ها نعم آيوة طيب يا كريم أريد منك نصيحة ربما الأمن كثير منهم يسمعوا ربما يستخدمون من النصيحة والسؤال الثاني أحيانا تأخذني الغفو أثناء الصلاة النفيلة فهل صالتي صحيحة أم أميدها غفوة ها نعم لكن تغيبين عن الوعي غفوة خفيفة فقط في أي مكان في الصلاة في الركوع في السجود أحيان أعضى عالي بالسجود في السجود نعم إن شاء الله يا كريمة نضغط الله فيك شكرا جزيلا أهلا وسهلا حياكم الله أم محمد عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله عندي سؤالي في أخي صدلي عندي صلاة العصر أمس رحت المستشاة ورجعت البيت مع أذى المغرب وصليت قبل ما أصلي المغرب هل فعلي صحيح؟ قبل المغرب قبل ما أذل المغرب صليت قبل ما صلي المغرب صليت العصر بعدين المغرب إن شاء الله يا محمد شكور الله مرحب أهلا وسهلا أبو عبد الله سلام عليكم شيخ عليكم السلام أرحب الله أصلاحك بالخير أصلاحك بالخير أصلاحك بالنور العافية هل الثانيين أو هو يعني ياخذ بعض ورث منه؟ الآن الوالد عايش ولا توفي؟ لا بتوفي من زمان طيب عطى نصف البيت لأحد أولاده أه ونصف الثاني لمن؟ لولدوه والبنات للباقية للباقين أه طيب الولد هذا ميزه لأي سبب اشتراه من والده أو كيف؟ لا أعطاه ها؟ أعطاه أعطاه لماذا؟ ليش ميزه؟ يمكن ما أحبه أو شيء يعني أه طيب وعنده تركه غير هذه؟ لا ما عنده ما عنده إلا البيت؟ البيت هذا والعيال راضين؟ والله إحنا راضين فكنا راضين كنتم راضين إحنا راضين لما أعطاه أي كنتم إحنا راضين والحين؟ والحين نقول هل بعد ياخذ من عندنا ولا لا؟ يعني في النصف اللي أنتم فيه يعني ها 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 يخذ الورث ولا لا؟ أي شاء الله مرحب أبو عبدالله أم رضوان السلام عليكم يا شيخ السلام ورحمة الله شيخ هذه المسألة ليست لي وإنما للوالدة تسأل أختي الصغرى تزوجت منذ مايو قارب ثلاث سنوات من مواطن عربي مسلم من أخواننا المهجرين وتسكن معه يعني رحلت معه إلى بلد أوروبي لتعيش معه هناك يا شيخ هو أخذها من هنا بخطبة وبعقد قرار شرعي ومدني أفواً وبإشهار وعندما انتقلت معه إلى البلد الذي يعيش فيه قطع عنها كل الناس لا يأتيها أحد ولا تذهب لأحد ولا أقول بأنه يغلمها يعني هو يصرف عليها وهي في أحسن حال ولكنه يقول لها إذا ذهبت إلى بلدك لا تأخذ الولد لأن بينهما ولد أمي يا شيخ إنسان كبير ومريضة مريضة مرتين كورونا وعندها ضغط وعندها الأمر المزمنة وهي سؤالها يعني تقول لماذا هذا الرجل يمنع عني حفيذي وهي لا تعيش إلا هذا الأمل تريد أن ترى حفيذها هي إمرأة كبيرة وهو يمنع يقول وكما أنه يخفي هذا الزواج على أهله الذين يعيشون في دولة من دول الخليج فهي تسأل تقول أنا لا يهمني الأمر مدام بنتي مرتاحة معه لا يهمني شيء وإنما أريد أن أرى حفيذي فهل من حقه أن يمنع هذا الحفيذ عن الوالدة من كم سنة متزوجة؟ متزوجة منذ ما يقارب ثلاث سنوات أو أكثر أكثر من ثلاث سنوات نعم نعم طيب في سبب في خلاف بينه وبين الوالدة هذا الرجل؟ لا خلاف ولا هو جاء خطبها وأخذها يسمى ولم يعد وهي آتت مرة واحدة وكانت حامل وهو يخفي نسنا ندري لماذا يخفي هذا الزواج عنه هذا أمر قالت الوالدة مدام أنه يعاشرها بما يرضي الله وهو مسلم ويصلي أنا هذا الأمر لا يهمني ولكن السؤال لماذا يمنع عني حفيذي؟ تقول لا بيننا لا مشاكل وهو يقدر الوالدة ويحترمها وما بيننا أي مشاكل لكن بهذا الأمر أصبحت هناك حساسية بينه وبين الأخ الكبير الذي هو ولي أمر أختي ولكن لحد الآن لم يحدث أي مشكل بيننا وضحت الفكرة أختي مرضان أبشري وضحت الفكرة بارك الله فيك شكرا جزيلا بارك الله أهلا وسهلا طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع عندي مجموعة أسئلة اليوم الأختمونة من السويد سألت تقول بأن الطقس عندهم الآن أصبح بارد ويحصل جفافه كذا تقول أنا أدهن قدمية لأجل أن لا تتشقق بسبب البرد تقول لما أقوم لصلاة الفجر وأتوضى أغسل قدمية بالصابون أولا وبعدين أغسل يعني أضع الماء تقول ما حكم ذلك أختي مونة بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يتوضى وهناك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من الكريمات أو الأدهان أو أي شيء من الحوائل يمنع وصول الماء إلى البشرة يجب إزالته فأنت أنا أقترح عليك اقتراح يعني بدل ما تدخلين في هالمعمعة أولا قبل ما تبدأين بالوضوء اغسلي قدميك بالماء الدافئ مثلا بالصابون بمعنى تجهزين قدميك للوضوء فاغسلي قدميك بالماء الدافئ أو الساخن بالصابون بأي شيء حتى تزلين هذه الطبق المانعة من وصول الماء إلى البشرة وبعدين توضي وتكون مطمئنة في غسل القدمين إذا والله أنت توضأتي وجئت عند القدمين ووجدت المادة هذه الكريمات أو الأدهان موجودة ثم أزلتيها بمنديل أزلتيها بصابون وبعد ذلك وضعت الماء عليها ما عليك شيء ولله الحمد والمنى لأن الفترة الزمنية قصيرة جدا يعني ما مثلا نقول قضية الموالاة ما تنتفي في مثل هذه الصورة لكن أنصحك بالطريقة الأولى بارك الله فيك أنك تستعدين اغسلي قدميك وبعدين توضعي ولما تمرين على قدميك تكون جاهزة للماء مونة تقول عندي أخ في بلدي الأصلي يتاجر بالدولار ومعه مجموعة من الأشخاص يصلون إلى 300 شخص تقريبا تقول لما يرتفع الدولار يبيعون لما ينخفض يشترون وحيانا تقول هو ماشي يتصل بي صاحب يقول ثبت لي فينزل الدولار يقول وما ثبت له يقول لا أنا ليس لك حق عندي لأني أنا قلت لك ثبت لي الدولار مونة بارك الله فيك بالنسبة للمسألة الأولى المتاجرة في العملة جائزة فيجوز للشخص أن يتاجر بالدولار بالدينار بالريال بالدرهم باليورو بالفرنك بأي شيء بشرط واحد وهو التقابض بمعنى عفوا بمعنى أن الشخص يبيع دولار بدينار يبيع درهم بريال يبيع ريال بدولار مثلا جائز بشرط واحد أن يحصل التقابض والتقابض عندنا على نوعين التقابض حقيقي اللي هو يد بيد وتقابض حكمي الحكمي إما يكون في الحساب يدخل مباشرة في نفس اللحظة أو يكون وكيل له يوكل شخص يقبض عنه هذه سمى تقابض حكمي أما إذا اشترى أو باع بالصرف عملية الصرف هذه على أن يقبض فيما بعد لا هذا ربا محرم وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد هاء بها مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وهذا ذكرت لك أن القبض الحكمي والقبض الحقيقي فنبهي على هذا المسألة الثانية قضية تكون يقول لصاحبة ثبت لي بمعنى الآن أفترض أن سعر الدولار مثلا نزل إلى مثلا نقول إلى درهمين فقال لصاحبي ثبت لي يعني اشتريت منك أنا ثبت لي هذا الأمر ثم ما ثبت له ارتفع السعر ما تم التقابض ولذلك ليس لصاحبه الحق بأنه يطالبه بأنه والله تدفع للآن أو شيء ما تم هذا مجرد وعد بالشراء هذا وعد بالشراء لأنه من شروط صحة البيع في العمولات التقابض التقابض إلا إذا كان بينهما اتفاق على القبض الحكمي على أن يدخل في حسابه مباشرة أو يكون هناك وكيل أو وكل صاحبه أنه يقبض عنه فيجوز في مثل هذا الحال فإذا قال ثبت لي هو ما ثبت له خالف الشرط خالف الشرط ما لي صاحبه الحق أنه يطالبه يقول له والله أنا بعتك كيف تبيعني أنا قلت لك ثبتني على درهمين أنت الآن ثبت لي على ثلاث دراهم ارتفع السعر فهنا ما يصلح بارك الله فيك مونة تقول سمعت شخص في مقطع يقول بأن الإنسان إذا شرد في الصلاة عليه أن يستغفر الله عشر مرات بعد الصلاة بعد السلام ويقرأ آية الكرسي حتى تكون كفارة أختمونا بارك الله فيك بالنسبة لمثل هذا هذا الأمر يحتاج إلى نص لأن هذا يحتاج إلى وحي والوحي موجود في كتاب الله عز وجل وفيما صحع الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس عندنا لا في القرآن ولا في السنة بل ولا في عمل الصحابة أن من شرد في الصلاة يقول بعد الصلاة عشر مرات أستغفر الله ويقرأ آية الكرسي لهذا الغرض ولذلك هذه بدعة هذه بدعة وإن قالها شيخ حتى لو قالها شيخ لماذا لأن المشايخ يحتج لهم ولا يحتج بهم فأنا مثلا ما تحتجين بكلامي أنت تحتجين لي تقولين وين دليلك أنا أقولك ما في دليل إذا في دليل على العين والرأس ما في دليل وبعدين قضية الشرود في الصلاة ما عندنا نص على أنه والله من شرد في الصلاة أنه والله بطلت صلاته ولا كذا وعلي أن يعوض هذا بكذا هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح صحيح أجر الصلاة ينقص على مقدار ذهاب الخشوع على مقدار ذهاب السنن مثلا لكن إني أنا أجبر هذا بعد الصلاة بعشر من الاستغفار وآية الكرسي ما في دليل ولذلك من اعتقد هذا فقد ابتدع من اعتقد هذا فقد ابتدع نحن الذي عندنا أن من أخطأ في الصلاة بترك واجب أو بترك ركن يعالج الخطأ ويستدلسه السجدتين بعد الصلاة سواء قبل السلام أو بعد السلام هذا اللي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام أما أن نقول للناس والله أي إنسان يشرد في الصلاة ويشرد ذهنه في الصلاة نقول استغفر عشر مرات وين الدليل العبادات الأصل فيها المنع والتوقف والبطلان حتى يأتي الدليل من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم ما في دليل أو قضية والله نقرأ ما في دليل نحن نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لما صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة بعد السلام يعني وبعد التسبيحات وطبعا الحكم على السنية والاستحباب وأن من قرأها بعد كل صلاة فليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا الموت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عندنا النساء بإسناد صحيح فبارك الله فيك تنبه ونبه أيضا على أن هذا غير صحيح بارك الله فيك أبو محمد بن السعودي يقول يعني لو أن شخص جاء ليشتري فقال له صاحب المتجر إذا تدفع كاش أخفض لك المبلغ وإذا تدفع بالبطاقة ما أخفض لك المبلغ ما حكم هذا البيع البيع جائز يا أبو محمد بارك الله فيك يعني أنت الآن صاحب المتجر يقول لك أنا البطاقة هذه تكلفني مثلا من حيث الوقت ودخولها في كذا إذا تعطيني كاش مثلا اللي سعر أهمية بعطي كياب 98 أما إذا تقول لي لا أنا بحاسب عن طريق البطاقة فأنا ما أخفض سعر أهمية ما في شيء ولله الحمد والمن أبو محمد يقول عندي ولد يسألني يقول ما حكم لبس الأسورة وأيضا السلاسل بالنسبة للذكر من غير الذهب يقول ما حكم ذلك أبو محمد بارك الله فيك أولا يحرم على الذكر لبس الذهب على أي حال سواء كان خاتما أو سوارا أو قلادة أو أي شيء وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حمل بيديه الشريفتين ذهبا وحريرا وقال هذان حرام على ذكور أمة حلال على إناثها أو حلال لإناثها ولما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يد رجل خاتما من ذهب غضب وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فنزعه ورماه فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ خاتمك تمتع به يعني بيعه قال لا والله ما أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاستسلام لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني بالنسبة للفضة يجوز للرجل أن يتختم بالفضة النبي عليه الصلاة والسلام تختم بالفضة والصحابة الكرام تختموا بالفضة و قد جاء في حديث لا بأس بإسناده أما الفضة فالعبوا بها يعني من حيث لبس الخاتم المسألة الثالثة بالنسبة لما هو من خصائص النساء كالسوار و القلادة مثلا و الأقراط اللي في الأذن يحرم على الذكر أن يلبسها و لو كانت من فضة و لو كانت من فضة فلا يجوز للذكر أن يتشبه بالنساء لأن المعروف أن لبس القلادة للنساء لبس السوار في اليد للنساء واضح و وضع الأقراط في الأذنين للنساء هذا كله خاص بالنساء و وضع الخلخال في الرجل هذا للنساء حتى لو كان من فضة يحرم على الذكر أن يضع في يده شيء من الأسورة أو في عنقه قلادة هذا كله محرم ولا يجوز أو يضع القرط مثلا في أذنه هذا كله محرم حتى لو كان من الفضة أو كان من الجلود مثلا جلد مثلا أو كان من السيور أو من الصوف مثلا هذا كله محرم و دعوة بعض الناس بأن هذا يمنح طاقة أو ينظم مسألة عملية ضربات القلب هذا كله في الواقع غير صحيح فنبه ابنك بارك الله فيك و نبه أولادكم بأن يتجنبوا التشبه بالنساء و بالإناث فإن هذا من خصائص النساء أما قضية الخاتم نعم الخاتم يلبسه الرجل لبس النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم لبس الصحابة الخواتم لبس يعني الناس يلبسون الخواتم لكن لا يجوز أن يكون من ذهب و إنما من فضة أو خلاف ذلك أبو محمد بن السعود يسأل يقول ما حكم قول اللهم صلي على سيدنا محمد خارج الصلاة يقول سمعت بأن هذا لا يجوز محمد بارك الله فيك لعل السمع أخطأ السمع لعله أخطأ كثير ما يخطأ السمع أخوي الفاضل الله يرضى عليك و يبارك فيك العلماء يقولون لا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي و كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه ما ذكرت صيغة من صيغ من الصيغ الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم صلي على سيدنا محمد هذا في الصلاة رضي الله عنك أما خارج الصلاة فمن الأكمل والأفضل والأحسن والأولى أن نقول اللهم صلي على سيدنا محمد اللهم صلي على حبيبنا محمد لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وهو أشرف الأنبياء وأفضل الخلق وأفضل من خلق الله هو نبينا عليه الصلاة والسلام لذلك من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نجي نتحدث نقول صلى الله وسلم عليه اللهم صلي على سيدنا محمد فهذا خارج الصلاة داخل الصلاة لماذا لأن عندنا نص صلوا كما رأيتموني أصلي ما نستطيع أن نزيد شيء في الصلاة ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام أبو محمد يقول الحريم أحيانا يكونون في المنتزهات و يضطرون للصلاة مع وجود رجال ما حكم صلاتهن صحيحة المرأة إذا كانت في المنتزه و حان وقت الصلاة ينبغي لها أن تبادر إلى الصلاة في أول وقتها و أن تختار المكان البعيد عن أعين الرجال إذا كان مصلى أو خلف جدار أو خلف مثلا مجموعة من الأشجار مثلا أو خلف ربوة مثلا مرتفعة ممكن إذا ما وجدت إلا هذا الحمد لله ما دام أنها بحجابها الكامل تصلي و لعل صلاة هذه تنبه الآخرين أيضا حتى الرجال اللي يلتهون لما يشوفون بنت الحلال هذه الله مبارك تصلي قد يتنبهون يروحون يصلون ما في شيء أبو محمد الله يرضى عليك إبراهيم من الشارق يقول يعني مثلا لو أن شخصا صلى الظهر و بعد صلاة الظهر جاء شخص فاتته الصلاة و طلب منه أن يصلي به إماما يقول قام فصلى به إمام لكن صلى ركعتين يعني هل هذا جائز؟ الجواب نعم يا أخو إبراهيم بارك الله فيك يعني الآن شخص مثلا فاتته الصلاة و أحب منك أن تتصدق عليه و قال صلي بي فلك أن تصلي به إماما فتكون لك نافلة و له فريضة و إذا أحببت الإقتصار على ركعتين طيب ما في بأس لأنه سنة بعدية السنة البعدية اللي بعد صلاة الظهر و هو له فريضة و هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم و الدليل على ذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه و آله و سلم صلاة العشاء فرضا معه ثم يذهب إلى قومه و هو من الأنصار يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما فلما يصلي بهم إماما تكون له نافلة و لهم فريضة و لهم فريضة فيجوز لك في مثل هذه الحالة السؤالك الثاني تقول هل هذا أيضا يكون بعد صلاة العصر الجواب نعم حتى لو كان بعد صلاة العصر لأن النهي عن الصلاة بعد العصر من حيث التأكيد ليس كمثل النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس و عند غروبها و عند قيام قائمة ظهيرة و الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يقضي سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر فدل هذا على أن النهي خفيف و ليس شديد و أيضا ثبت و أيضا واضب النبي عليه الصلاة و السلام على هاتين ركعتين لأن النبي عليه الصلاة و السلام كان إذا عمل عملا أثبته بخلاف بقية الأمة بخلاف بقية الأمة و قد أخذ من هذا بعض العلماء على سنة على سنية الصلاة بعد العصر ركعتين و هذا طبعا أخذ بالظاهر أخذ بالظاهر و الواقع بأن النبي عليه الصلاة و السلام إنما قضاها و النبي عليه الصلاة و السلام من هديه أنه إذا عمل عملا أثبته فلذلك لو طلب منك شخص أن تصلي به بعد صلاة العصر بعدما انتهيت لا حرج في ذلك لأن النبي عليه الصلاة و السلام حينما دخل رجل و قد فاتته الجماعة قال من يتصدق على هذا و يحتمل أن هذا كان في صلاة العصر و يحتمل أنه كان في غير صلاة العصر إبراهيم يسأل يقول ورد النهي عن النبي عليه الصلاة و السلام بخصوص الاتكاع على اليد اليسرى يقول هل هذا خاص باليسرى أم يشمل اليمنى أم يشمل اليدين الثنتين و هل الحكم مكروه أو محرم إبراهيم بارك الله فيك أولا نعم ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أن يتكئ الرجل على كلية يديه اليسرى كلية اليد اليسرى اللي هذه هذه في الغالب الراحة هذه أن يضعها خلف ظهره و يتكئ عليها أو على جنبه مثلا و جاء في الحديث بأن هذه جلسة المغضوب عليهم أو جلسة أهل النار أو كما ورد و المسألة الثانية أن هذا لا يشمل اليد اليمنى فلو أن رجل أن اتكى على يده اليمنى لا حرج في ذلك لماذا؟ لأن النهي ورد في اليسرى و إذا اتكى على يديه الثنتين فقد زال النهي بمعنى وضع يديه الثنتين خلف ظهره أو مثلا جمع يديه إلى كذا زال النهي زال النهي و قد ورد عن بعض السلف أنه كان يتكى على يديه الثنتين خلف ظهره يعني لطلب الراحة فلذلك يقصر النهي على ماذا؟ على اليد اليسرى أما من حيث الحكم كما ذكرت لك فإنه مكروه كراها التنزيهية في قول جماهير أهل العلم أبو محمد من السعودية يقول يعني الشخص يحب يزور والديه مثلا أو والده و يضيع القبر يتروح العلامات أو شيء يقول يعني هل لو زار يعني وصل الثواب للوالدين أبو محمد بارك الله فيك و رحم الله أمواتك و أمواتنا و أموات جميع المسلمين أخوي الفاضل أولا بالنسبة للزيارة زيارة الأحياء للمقابر لهم لا للأموات هذا أولا زيارة الحي للمقابر للحي لا للميت و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة تذكر من الأحياء؟ تذكر الأحياء هذا المسألة الأولى فزيارة المقابر الحكمة فيها أو الأمر الأول فيه للحي أن الحي يتذكر الآخرة يتذكر الآخرة هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للإنسان إذا دعا لميته سواء كان في المقبرة عند رأس الميت عند قبره أو في البيت أو في الأقاص القصية من الكرة الأرضية فإن الدعاء يصل ثوابه للميت إذا توفرت شروط قبول الدعاء و انتفت الموانئ فكونك يا أخي الفاضل دعوت عند باب المقبرة و إلا دعوت عند القبر و إلا دعوت و أنت ما تدري وين قبر ميتك ما فيه شيء و إلا لهمت زين و لذلك تدخل و تدعو و تقول الله مغفر لأبي و الله مرحمه و الله مغفر لجميع موت المسلمين المسألة الثالثة بارك الله فيك بالنسبة لمسألة الزيارة هذه الزيارة طبعا سنة زيارة سنة الإنسان يواضب على زيارة القبور و يكثر من الدعاء لأموات المسلمين طبعا يبقى قضية تعليم القبر نعم القبر يعلم النبي عليه الصلاة و السلام لما مات أحد الصحابة و كان يلقب بالسلف الصالح ذهب و أتى بحجر كبير و وضعه عند رأس القبر قال أعلم به قبر أخي لكن إذا ما حصل ما يلزم يعني بعض الناس الآن للأسف يدور قبر ميته و ما يلقاه و لا يدعو يطلع يقول يعتقد بأنه لازم يقف على رأس القبر و هذا غير صحيح هذا غير صحيح و بعدين في نقطة مهمة الميت ما يدري عن الزائر الميت ما يدري عن الزائر يعني أنت لو زرته الآن ما يدري أنك زرته لكن يشعر بأثر الدعاء فلما يسأل الملائكة يقول من أين هذا يقولون خلفت ولدا صالحا يدعو لك يعني أنت إذا جيت للقبر و قلت اللهم اغفر لي أبي ما يسمعك الميت لأن الله جل وعلا قال و ما أنت بمسمع من في القبر قل جل وعلا إنك لا تسمع الموت و لذلك ما يفعله بعض العوام هدان الله و إياهم من تكليم المقبورين هذا غلط و بدعة يروح بعض العوام عند القبر و يسلم على أمه يقول كيف حالك و شلونك عساك طيبة موجود ترى هذا موجود و يسلم على أبوه عساك بخير عساك طيب و فارقتنا و أنه و الله أنه مشتاقين لك هذا إلى الجنون أقرب اللي سوي هذا إلى الجنون أقرب و أنه و الله ما كنت أتصور أن أحد يعمل هذا حتى و الله قيل لي و قيل لي تعال شوف المقبرة ماذا يفعلون الناس يجي عند القبر خير طولت عند القبر قال و الله سوله مع أمي يقول سوله مع أمي في القبر سبحان الله العظيم ربنا جل و عليه يقول و ما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى الميت يشعر بأثر الدعاء بأثر الصدقة نعم لكن يدري أنك زرته لا غير صحيح هذا الكلام هذا غير صحيح و لذلك على الناس أن يتعلموا و أن يتفقه النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما سحبت جثث صناديد قريش و رميت في قريب بدر جاءوا و كلمهم فالصحابة المتقرر في نفوس الصحابة أن الأموات ما يسمعون فقال يا رسول الله كيف تكلم جيف قال إنهم أسمع لي منكم و هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة و السلام للمتقرر في نفوس الصحابة نعم ما يسمع الميت ما يسمع لكن الله خص نبيه مثل ما خصه بالكشف عن أصحاب القبور لما مر بقبرين فوجد أنهما يعذبان واحد يمشي في النميمة و الآخر لا يستنزه من بوله هذه خصوصية لأن النبي سلم يوحى إليه الله عز وجل يرسل جبريل و يوحي إليه لذلك أخواني بارك الله فيكم يعني إذا زرتم المقابر عليكم بالزيارة الشرعية و الحذر الحذر من الزيارة البدعية الشركية المخالفة للنبي عليه الصلاة و السلام و من جملة المخالفات اللي ذكرتها أنا يجلس الواحد عند القبر و يكلم ميته يسوله معه يقول أونس أونس ميتي و أسلي هذا كلام ما يصرح الإنسان إذا زار المقبرة يتعظ هو الميت الآن في دار الجزاء و يجيه أثر الدعاء و الصدق بارك الله في الجميع أبو محمد من السعودي يقول يعني يريد صيغة التسبيح بعد الصلاة يقول وردت يعني أكثر من صيغة أبو محمد بارك الله فيك الجواب نعم وردت أكثر من صيغة للتسبيح بعد صلوات الفريضة صلوات الخمس مع صلاة الجمعة الصيغة الأولى يسبح ثلاثا و ثلاثين و يحمد ثلاثا و ثلاثين و يكبر ثلاثا و ثلاثين و يقول تمام المئة لا إله إلا الله و وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و و على كل شيء قدير واضح؟ اكتبوا هذه أبو محمد و غيرك يكتبها اكتبوها سبحان الله ثلاث و ثلاثين الحمد لله ثلاث و ثلاثين الله أكبر ثلاث و ثلاثين و تمام المئة لا إله إلا الله و وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و و على كل شيء قدير الصيغة الثانية سبحان الله ثلاثة ثلاثين الحمد لله ثلاثة ثلاثين الله أكبر أربع ثلاثين أربع ثلاثين المجموع كم مية المجموع مية الصيغة الثالثة سبحان الله خمسة وعشرين الحمد لله خمسة وعشرين الله أكبر خمسة وعشرين لا إله إلا الله خمسة وعشرين كم مية الصيغة الرابعة سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات الله أكبر عشر مرات و هذه تصرح للي مستعجل اللي بعضا ما شاء الله عندها عجلة و وده يقوم بعد الصلاة أو يكون عنده شغل سبحان الله عشر مرات الحمد لله عشر مرات و الله أكبر عشر مرات في صيغة خامسة الحديث فيها ضعيف و هي 11-11 لكن تكتفي بهذه الصيغة الأربع بارك الله فيك أبو محمد يقول شخص كبير في السن يقول يبدي غسل رجليه على بقية الأعضاء لأنه ما يقدر يرفع رجليه على المغسلة بعد ما يقضي حاجته يغسل رجليه أول وبعد ذلك يطلع توضى و غسل وجهه و إديه و مسحراسه يا أبو محمد بارك الله فيك أخبر هذا الكبير في السن أن وضوءه باطل لازم يعرف هذا الشيء أعرف أن الكلمة هذه ثقيلة شوي وضوءه باطل لماذا؟ لأن الترتيب فرض من فروض الوضوء في قول جماهير أهل العلم فرض من فروض الوضوء النبي عليه الصلاة و السلام كل من وصف وضوءه كان يتوضع على وفق الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجو لكم إلى الكعبين آخر فرض من فروض الوضوء ما هو؟ غسل الرجلين غسل الرجلين فقضية أن يغسل رجليه بعدما يقضي حاجته و ليطلع يبدأ بغسل وجهه و وديه و راسه و يمسح راسه هذا غلط هذا مخالفة لما جاء في القرآن و السنة و الحل بسيط و الحل سهل جدا الآن تقول مغسلته بره يتوظى بره و إذا جاء عند الرجلين يدخل الحمام جديد و يغسل رجليه بالشطاف و صلى الله على نبينا محمد سهلا و إلا لا يا أبو محمد؟ سهلا أو أنه و هو عند المغسلة يأخذ من الماء و يصب على رجله و يجرس على الكرسي و يمسح يد لك قدمه فبعض الناس في حلول لكن ما يبي الحل يبي على مزاجه ما يصرح هذا دين هذه عبادة خبره بأن وضوءه باطل و لا يجوز أن يستمر في مثل هذه الحالة و لو سأل عن الحل عنده أكثر من عشرات الحلول يقدر يسويها لو أنه جاء بطشت و صغير و خذ خذ رجليه بها الماء كفاه و إلا لا الحمام و عنده يرجع من جديد للحمام و بالشطافة يغسل رجليه لازم يحافظ على وضوءه و لا يجوز الواحد من عند راسه يجيب أشياء مخالفة لما في القرآن و السنة والله لو كان مثلا ضرورة و كان صعب جدا ما عنده حل في حلول في حلول بارك الله فيك و رضي الله عنك أبو صالح من أبو ظبي يسأل يقول يعني في الصيف و الشتة يقول قبل الأذان باربعين دقيقة يقول أصلي خمس ركعات في الغالب و أحيانا ثلاث ركعات و كذا و أؤتر قبل الأذان ما حكم صلاتي صلاتك طيبة يا أبو صالح و قيامك طيب و عملك صالح صلى الله تعالى يتقبل منك هذه نعمة من نعم الله و باب من أبواب الخير فتح الله لك قبل أربعين دقيقة نعمة يصلي الواحد فيها يعني صلوات طيبة فلكن ما أدري ليش خمس ركعات أن تطيل القراءة يا أبو صالح إذا قلت لي نعم الله يوفك حتى لو ثلاث ركعات ما دام تطيل القراءة تحب قراءة القرآن أما تقول لي لا والله أنا أقرأ لكني أطيل السجود أكثر من الدعاء طيب باني طيب عموما ما عندك إلا العافية و صلاتك صحيح إن شاء الله مقبولة بإذن الله مدام توفرت فيها الشروط و انتفت الموانع عموما إذا قدرت تصلح دعشر ركعة تتبع فيها هدي النبي عليه الصلاة والسلام طيب إذا تقول لي والله الوقت يزاحمني ما عليك شيء ولله الحمد والمن أبو صالح يقول يعني إذا توضى الرجل قبل الإغتسال يقول يصلي بهذا الوضو الجواب نعم مشروع فإما أن يتوضى قبل أو يتوضى بعد أو يتوضى بعد هذا الغسل الواجب تعرف الغسل الواجب يا أبو صالح غسل الجنابة بالنسبة للرجل والمرأة و غسل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة فإذا كان الإنسان عليه جنابة و اغتسل و توضى قبله هذا أفضل و إذا توضى بعده جائز ولله الحمد والمن و لو ما توضى أبدا في الغسل الواجب غسله صحيح ولله الحمد يسمى الغسل المجزة هذا لكن إذا كان الغسل غسل مسنون مثل غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم لا ما يصرح يصلي بهذا الغسل لابد يتوضى إما قبل الغسل و إلا بعد الغسل بارك الله فيك أبو صالح يسأل أن صلاة الضحة يقول هي يعني نصليها على الدوام الجواب نعم يا أبو صالح أظن لسبوع الماضي كان لي جواب على إحدى الأخوات حول هذه المسألة و طولت في الجواب و صلاة الضحة وصية النبي عليه الصلاة و السلام وصى أبا هريرة و وصى أبا ذر و أيضا النبي عليه الصلاة و السلام في حديث السلام يصبح على كل سلام من الناس صدقة فكل تسبيحة صدقة و كل تحميلة صدقة و كل تهليلة صدقة و أمر بالمعروف صدقة و نهي عن المنكر صدقة و ذكر ثم قال و يجزي عن ذلك ركعتان من الضحة يركعهم فصلاة الضحة نعمة طبعا في قول لبعض العلماء بأن يعني يصليها غبا يعني يوم و يترك يوم لكن هذا قول لأنه قالوا بأنه مستحبة و الواقع بأن صلاة الضحة سنة مؤكدة واضب عليها النبي عليه الصلاة و السلام جاء في مسر من حديث عائش أنه كان يصلي أربعا من الضحة قبل أن يخرج من بيتها و وصى بها وصى بها و بعدين لما وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأبي ذر و لأبي هريرة يوم و يوم قال أوصاني خليلي بثلاث و ركعتين الضحة رجاء من العراق تقول أنا لما يفوتني الوتر و أصليه من الضحة هل آتي بركعتي الضحة أم يكفي هذا يا رجاء بارك الله فيك الجواب يكفي هذا إذا قضيت الوتر شفعا في وقت صلاة الضحة كفاك عن صلاة الضحة و لله الحمد و المنه رجاء تسأل عن حكم شرب الماء واقفا تقول يعني هل هو مكروه كراها التحريم أم كراها التنزيه رجاء بارك الله فيك بالنسبة لشرب الماء واقفا مكروه كراها تنزيهية و ليس تحريمية و ليس تحريمية لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة و السلام أنه شرب واقفا عند زمزم عند زمزم شرب واقفا و هو الذي نهى عن الشرب واقفا نهى أن يشرب الماء أن يشرب الشخص الماء و هو واقف شرب بل هذا على أن النهي مصروف إلى الكراها التنزيهية بارك الله فيك رجاء تقول لماذا أسماء الله تعالى الحسنة فقط تسعة وتسعين ليش ما تصير مئة أولا يا رجاء بارك الله فيك أسماء الله تعالى الحسنة ليس لها عد و ليس لها حد و لذلك أسماء الله ما يمكن للإنسان أن يحصرها ما يمكن للإنسان أن يحصرها و لذلك جاء في الحديث اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قل وجاء في حديث الشفاعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما يسجد تحت العرش و يقول أمتي أمتي قال فيعلمني الله محامد أدعوه بها يعني بأسماء الله ما اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا ما اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا و لذلك بارك الله فيك بالنسبة للتسعة وتسعين هذه التي أنزلها الله في كتابه و أعلم خلقه في كتابه و على لسان رسوله لأن ليس في القرآن أسماء الله الحسنة ليست هي تسعة وتسعين بل أقل لكن جاء في السنة ما يشير إلى إكمالها إلى تسعة وتسعين و الأمر الثاني هي مئة إلا واحد لأن الله جل وعلا فرد لأن الله جل وعلا عفوا أحد قال جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كهوة أحد فتسعة وتسعين من الأعداد الأحادية من الأعداد الأحد و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وتر يعني واحد و قال مئة إلا واحد مئة إلا واحد فيشير إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى خلاصنا الله المستعان كريمة و من بعد كريمة أعتذر منكم اعتذار شديد لأنه مقتل برنامج جنتها لكن إن شاء الله غدا بحول الله نكمل أو نجيب على ما تبقى من الأسئلة و نستقبل أيضا أسئلة الإخوة المتصلين استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون